سباح الخير ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا كويسين ولسهون طيبين وعيد سعيد عليكم النهاردة عندنا السابليه بطريقة سهلة جدا عندنا مقادير كباية ونص دقيق منخول زائد معلقة نشا ورشة ملح معلقة كبيرة لوز ناية مطهون وتسعين جرام زبدة وسكر بودر سبعين جرام ومنخول وبيضة والزبدة هنا تكون في درجة حرارة الخرفة تكون تريب سنبدأ نضيف السكر مع الزبدة ونضربهم نقدم السكر يمتسك مع الزبدة كويس قوي بعدها نضيف البيضة والفانيليا لحد ما يمتزجوا نضيف كل مكونات الجفة ونفضل نقلب ما نقلبش كتير لحد ما تتكون العجينة عندي نضيف دقيق حبة حبة لحد ما تتكون العجينة تبقى بالشكل نضيفها في التلاجة لمدة 10 دقائق نضيف معلقة جاكاو خام نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف ورقتين زبدة وحط ما بينهم العجينة وافرد ما بين الورقتين نضيف نضيف نضيفها بالاشكال اي اشكال انتو تحبوها بالشكل ده نضيف ممكن تستخدموا اي نوع من القطاعات يعني ممكن غطأ زيازة كده حطوهم نص ساعة في الديب فريزر وحطوهم في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة وده شكله بعد ما طلع ولازم يكون شكله كده من تحت واخد لون أصفر خفيف قوي نيجي هنا بقى للتزيين حطينا هنا كرامل ومربع وده شكله بعد ما زينناه يا رب يكون عجبكم الفيديو السلام عليكم ورحمة الله